أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأداد بأنظمة عدد مختلفة وطرق التحويل بينها كجزء من أساسية الإعلاميات في الدرس السابق تعرفنا على كيفية تحويل عدد في النظام الستعشري إلى النظام العشري قلنا أننا نعتمد على ترقييم عناصر العدد في النظام الستعشري من اليمين الذي يفصر انتلاقا من السفر ونقوم بضرب كل عنصر في الأساس 16 أس موقع ذاك العنصر بعد ذلك نقوم بعملية الجمع لنصل في الأخذر لتمثيل العدد في النظام العشري وقلنا أيضا أننا كنا نلاحظ بعض التشابه في ما رأينا في دروس التحويل وما رأينا في دروس التعريف سبب ذاك التشابه هو أننا في دروس التعريف اعتمدنا على النظام العشري ثم كنتيجة تعرفنا على النظام الثنائي الثماني والستعشري وفي دروس التحويل لحد الآن كان النظام العشري دائما أحد طرفي الأنظمة التي نقوم بالتحويل بينها في هذا الدرس سنبدأ اكتشاف أشياء جديدة حيث لن يكون النظام العشري أحد طرفي الأنظمة التي نحويل بينها في هذا الدرس سنقوم بالتحويل من النظام الثنائي إذن النظام الثنائي إلى النظام الثماني إذن أكتب كعدد في النظام الثنائي واحد واحد سافر سافر واحد واحد سافر واحد سافر واحد واحد سافر مثلا واحد في النظام الثنائي لو أرد تحويل هذا العدد للنظام العشري نعم النظام العشري غيث الثماني نبدأ أولا بمعرفة لما نستعمل النظام الثماني لو أرد تحويل هذا العدد في النظام العشري رأينا الطريقة وأني أقوم بالترقيم انطلاقا من اليمين في هذا الاتجاه فيكون صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره ثم أقوم بعملية الجمع لاثنين أس مكان كل عنصر يساوي واحد هنا 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 وهنا هنا هنا أيضا وهنا 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 أيضا ثم هنا سيكون لدي عدد اثنين أس سافر زائد اثنين أس اثنين زائد اثنين أس ثلاثة لدي هنا أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشر واثنين عشر إذا لدي كم اثنين أس خمسة زائد اثنين والسبعة زائد اثنين أس تمانية زائد اثنين أس احد عشر اثنين أس احد عشر زائد اثنين أس اثنين عشر إذا ألاحظ أني سأضطر لمعرفة قوى العدد 2 قوى كبيرة لعدد 2 12 11 8 7 وما إلى ذلك لو كان العدد أكبر سأضطر لمعرفة قوى العدد 2 تكون أكبر من 12 هناك نوع من الصعوبة في النظام الثماني الأمر مختلف نرى كيف ذلك نأخذ نفس العدد في النظام الثنائي ونقوم بتحويله للنظام الثماني أول ما نقوم به هو تجزئة أو تقسيم العدد إلى أجزاء كل واحد منها يتكون من ثلاث وحدات فقط إذا فيكون انتلاقا من اليمين دائما إذا انتلاقا من اليمين في هذا الاتجاه أقوم بالتجزئة على هذا الشكل ثلاث عناصر ثلاث عناصر ثلاث عناصر هنا ثلاث عناصر وهنا يبقى لعنصر واحد لماذا ثلاث عناصر بالضبط؟ قلنا في تعريف النظام الثماني أنه يتكون من العناصر 0 1 2 3 4 5 6 7 ولو أردت لو أردت تمثيل هذه العناصر في النظام الثنائي هي في النظام العشري فالصفر يمكنني أن أمثله هو 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 1 0 7 1 1 1 1 إذن ألاحظ أني انتلاقني ثلاث وحدات فقط يمكنني أن أمثل جميع عناصر النظام الثماني لو أردت تمثيل العدد مثلا ثمانية سأحتاج لأربعة وحدات واحد 1 0 0 0 هذا هو تمثيل العدد الثمانية في النظام الثنائي لكن رأينا أن النظام الثماني يتكون من العصر صفحة 7 إذن يكفيني ثلاث وحدات فقط لأمثل جميع عناصره إذن كما قلت أول شيء أقوم بتقسيم العدد في النظام الثنائي لإلى أجزاء كل واحد منها يتكون من ثلاث عناصر أو ثلاث وحدات بعد ذلك أقوم انتلاقا من اليمين بتحويل كل جزء للنظام العشري إذن لدي هنا 1 0 1 أقرأ في هذا الاتجاه 1 0 1 كل جزء أقرأ 1 0 1 1 0 1 هو 5 أتي إلى هنا هو 5 إذن أكتب 5 ثم أمر للجزء الثاني لديه 1 0 1 أيضا إذن هو 5 ثم لديه هنا 1 1 0 1 1 0 هو العدد 6 إذن أكتب 6 إذن كان هذا 1 1 0 1 0 1 0 والعدد 4 وأخيرا لديه 1 هنا يمكن أن أكتب 0 0 السفر على اليسار ليس له أي قيمة إذا لديه 0 0 1 أو 1 0 0 1 إذا هي العدد 1 ابتدى لي يكون هذا هو العدد في النظام الثمائي 1 4 6 5 5 إذن أعيد أقوم بالقسمة أقوم بالتقسيم لثلاث عناصر انتلاق من اليمين وبعد ذلك أقوم بتحويل كل جزء إلى النظام العشري من الأفضل أن أقوم بكتابة عناصر النظام الثماني على هذا الشكل في النظام الثنائي وبعد ذلك أقوم فقط بالتحويل بطريقة بسيطة هذه العناصر مع التمرين والتجربة ستكون محفوظة للجميع إن شاء الله أخذ مثل آخر يكون بسيط أخذ مثل آخر أخذ مثلا واحد سفر واحد واحد في النظام الثماني كم يساوي في النظام الثماني إذن كما قلت أقوم بتجزئ على هذا الشكل يقوم هنا ثلاثة وحدات سفر واحد واحد سفر واحد واحد هو الثلاثة فيكون إذن أكتب ثلاثة وهنا لدي واحد أو سفر واحد هو الواحد فيكون إذن هو واحد ثلاثة في النظام الثماني في الدرس المقبل سنتعرف على التحويل في اتجاه العكسي أي من النظام الثماني للنظام الثنائي فنلتقي في ذلك الدرس إن شاء الله إلى اللقاء